أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على صعود جمعية ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى مليار جنئيها وسط تدولات بلغت نحو 11 مليار جنئيها وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.23 من 100% ليغلق عند مستوى 11.275 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.89 من 100% وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.86 من 100% قرر البنك المركزي الأسترالي خلال اجتماع بنك أستراليا الاحتياطي الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل دون تغيير عند 10 من 100% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات وأكد محافظ بنك أستراليا الاحتياطي فيليب لوي أن المركزي الأسترالي مستعد للتحل بالصبر في مراقبة التضخم والالتزام بشروط نقضية داعمة للعاية مضيفا أن هناك عدم يقين حيال مدى استمرار تعاش تضخم بأستراليا